أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد فاجف قريف سفير جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين بفندق الدبلومات وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين وعدد من المدعوين وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحياتي وتهانية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القيادة والشعب الروسي الصديق بهذه المناسبة وتمنيت سموه لجمهورية روسيا الاتحادية بمزيد من الرفعة والازدهار وأشهد مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات البحرينية الروسية من نماء مستمر يعكس مدى متانة أواصر التعاون الثنائي الذي يربط بين البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تطوير التعاون في شتى المجالات وأكد حرص مملكة البحرين على توصيع أوجه التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز سبل استفادة البلدين من الفرص والإمكانيات التي تمتلكها كل منهما في ترصيخ مزيد من التعاون البناء والمثمر والذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين من ناحيته توجه السفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم كل ما يرتقي بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات منويها بما تشهده علاقات التعاون من تطور مستمر يقوم على رغبة البلدين في تحقيق المصالح المشتركة معربا عن تمنياته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل الذي يسهم في تقوية علاقات التعاون بين البلدين